يختص هذا المطعم الذي يتوسط حي باب الودى الشعبي وسط العاصمة الجزائرية في تحذير المملحات وأكلة الجرانتيطة التي تحظى بشعبية كبيرة وسط الجزائريين فإلى جانب تحذيرها السهل باستخدام طحين الحمص فإن ثمنها المعقول يجلب متوسطي الدخل الشعب البسيط يلقى فيها هذه البنة وزيد الثمن تحالي يرخيص منها سرتو في الأحياء الشعبية كما هنا في باب الودى في الجزائر والنس قلقات عليها إقبال وإحنا يشكرنا دوكا من بكري اللي هنا في هدايا نخدمها قرانتيطة اللي هي أكلة شعبية هنا في الجزائر ويحبها الشعب الجزائري بزاف ويتمسك كثير من الجزائريين بمختلف الأكلات الشعبية لمذاقها وسعرها فيما يرى أخرون ضرورة الانفتاح على الأطباق العربية والأجنبية بلاها الأكلات ما كاش بنا وما كاش بنا الجزائر أنا كلما نجو نجينا كلها نبيت زاكري ولا قرانتيطة الأكلات الشعبية متنوعة بزافة في الجزائر يعني ما نحتاجوش باش ندخلوا أكلات عالمية لأنه الأصل اللي عندنا الشعب المواطن يعني ببساطة ويتوجه دايما الأكلات هذه الشعبية اللي يتكون رخيصة مادة بياها هذه المطاعب ما يقعدوش في غير الأكلات التقليدية مادة بياها يتطوروا ويديروا أكلات عالمية وينقيها وأمام الإقبال الكبير على محلات الإطعام السريع نظم في الجزائر ولأول مرة صالون الأكل الخفيف والساندويتش الذي يهدف إلى الحفاظ على الأكلات الشعبية وتبادل الخبرات هذا الصالون الهدف منه قبل كل شيء هو تبادل تجاري طبعا ومن جهة أخرى هو لحماية التراث والأكلات الشعبية الجزائرية الموجودة في لاستخيد فود الجغيان ويطالب كثير من محبي الأكلات التقليدية بالاهتمام أكثر بجانب النظافة والشروط الصحية داخل المحلات وتحسين ظروف الاستقبال رغم الانتشار الواسع للأكلات الخفيفة العصرية يحافظ الأكل التقليدي الجزائري على مكانته عند الجزائريين خصوصا في الأحياء الشعبية التي يقصدها متوسط والدخل مقارنة بالأحياء الراقية التي تتنوع فيها الأطباق والأذواق وكذا الأثمان محمد برغل الحراء الجزائر